تأتي جولة الرئيس الصيني شجيبيني للشرق الأوسط لتشمل السعودية ومصر وإيران وذلك نظراً لما تتمتع به هذه الدول من ثقل سياسي وقدرة اقتصادية وقوى عسكرية وتأثير ديني في المنطقة وعلى وجه الخصوص مصر كونها تستضيف مقر جامعة الدول العربية وتحظى بمكانة فائقة في العالم العربي لما قدمته من إسهامات وتحتل مصر موقعاً استراتيجياً هاماً في العالم العربي والإفريقي وهي قوة هامة لبناء الحزام والطريق هذا وقد أشر رئيس المصري عبد الفتح السيس خلال زيارته الأولى للصين إلى أن مبادرة الحزام والطريق التي طرحتها الصين توفر فرصاً مهمة لنهضة مصر التي ترغب في المشاركة فيها بشكل نشط تسعى مصر لإعادة الوضع الاقتصادي إلى مجراه الطبيعي منذ تولي عبد الفتح السيس سدة الحكم في عام 2014 هذا وقد أطلقت مصر المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس إذاناً بشق قناة جديدة موازية للقناة القديمة يبلغ طولها 72 كم 35 كم منها حفر جاف 37 كم توسعة وتعميق للقناة القديمة ومن المتوقع أن ترفع القناة الجديدة من القدرة الاستيعابية لقناة السويس القديمة فضل عن تعزيز الإرادات ومن المتوقع يوجد القناة الجديدة